السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا بنات عاملين ايه? وحشتوني معكم عبير من مطبق بوسي. يارب تكونوا بخير وباحسن حال. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة والقوانس. بطريقة نظيفة وسهلة جدا. بازن الله هتعجبكم. اتمنى تجربوها وتتابعوا الفيديو للاخر. ونشوف المقادير ايه مع بعض. المقادير يا بنات زي ما انتم شايفين انا معي كبدة وقوانس. فصل الاوانس عن الكبدة بعد ما غسلتهم كويس بالملح والخل. فصلتهم عن بعض. واحد وقطعت بصلتين مكعبات. وقطعت تمطنوتين مكعبات. آآ كبار. ومعي هنا فلفل حسب الرغبة وخمس فصوستهم. ومعي هنا توابل آآ اللحمة. ومعي ملح. وضيفة حبة بهارات. هنا معي حل على النار فيها مية. فانا هحط معاها الاوانس. تغلي غلوة تن معاها. علشان تنازل كل الدسم اللي فيها. ولما نجي نقطعها نعرف نقطعها شرايح. رفيعة شرايح مكعبات زي ما انتش عايزة. هتعرف تقطعها بكل سهولة هي والكبدة. لما تاخد غلوة معانا على النار. انا هحط الاوانس تاخد غلوة تان وبعد ما تاخد الغلوة تان هحط معاهم الكبدة هتاخد غلوة واحدة بس. وبعد كده هنشيلها من على النار. انا حطيت حبة توابل هنا وحبة ملح مع الشربة هنا علشان بتدي طعم كويس للأوانس. وهستنى لما تغلل. انا نقلتها هنا اختصارها للوقت وحطت صنية على النار وحطت فيها حبة زيت كده مش كتير معلقتين بس. وهنا بصلت المتقطعين مكعبات كبار حطتهم معاها. وهدبلهم بس تدبيلة. يدبلوا بس. وهنا الاوانس خلاص ارابت تغلي هاي بعد ما تغلل غلوة هحط معاها الكبدة وهنا هحط بقى الفلفل هضيف الفلفل مع البصلة. يدبلوا برضو كمان تدبيلة. هدبلهم بس مش حمرهم الفلفل هنا زي ما قلت لك حسب الرغبة. يعني عايزة فلفل الوان. حطي فلفل الوان. فلفل رومي. عايزة فلفل حامي. والزويد الكمية اهم حاجة في الفلفل. ومعايا هنا خمس فصوص طوم برضو اللي قلت لكم عليهم. هقطعهم مكعبات مع البصلة والفلفل. هقطع معهم الخمس فصوص طوم مكعبات. ولو عندك طوم في الفيليزر وحبة تحطي منه عادي حطي. بس انا عمتا بحب الطوم في رش كده. مش بشيله في الفيليزر. مش بحبه في الفيليزر. الا ازا كان عندي حابة فصوص بقهم قشراهم. وهيبوز بشيلهم في برتمان في الفيليزر. هنا خلاص البصلة وهنا الكبدة خلاص برضو غلية الغلوتين. هحط معهم الكبدة. زي ما انتم شايفين نزلت كل الدسم فيها اللي فيها هي. واحط بقى الكبدة تغلي غلوتين. الكبدة غلوة واحدة. وهنا البصلة خلاص دبلت خالص. زي ما انتم شايفين كده خلاص الغلوة التانية هي على الكبدة. وكنت باوريكم الدسم اللي على الوش اللي نازل من الكبدة والاوانس كل ده كان هينزل معنا في البصلة. لو احنا حط عنا وحطينا على طول. هصفيها من الشربة اللي فيها. وهبتدى قطعها بقى. بعد ما صفيها. هبتدى قطعها وتتقطع معايا بكل سهولة. انا هنا مسكابة الشوكة علشان بس سخنة. لكن بتتقطع معايا بكل سهولة زي ما انتم شايفين اهي. شرايح رفياعة اهي زي ما انتم شايفين. وقادي الكبدة بتتقطع ميا بردو بكل سهولة. شرايح بردو نفيعة. زي ما انت عايزة. لا منزلها دم ولا منزلها ميا زفرة ولا منزلها اي حاجة. نزيفة جدا. تتقطع بكل سهولة. وبكل نظافة. هقطع الكمية كلها وبعد كده هدفها على البصل والفلفل والتوم اللي احنا مشوحين. هنا كمان كبدة هي كمان هي قطعها معاكم. عشان اوريكم الشكل والنظافة. وانت بتقطعي. ما فيش اي دم ولا اي زفارة ولا اي حاجة. حطيت هنا الكبدة والاونس بعد ما قطعتها. حطيتها مع البصلة والفلفل والتوم اللي كنا مقطعينهم. وقلبت تقليبتين. هاستمر بالتقليب شوية وبعد كده هحط الملح وهحط البهارات بتاعتي. هنا البهارات عندي كمون وكزبرة وفلفل وشطة. انا بطحانهم مع بعض. وهقضايفة معهم حبة تواب اللحمة. وهقلبهم وحاطة الملح. وضيف البهارات بقى اللي تعجبك زي ما انت عايزة. وهقلب تقلبتين وفي الاخر خالص هحط حبيتين الطماطم اللي انا مقطعهم وكعبات. هحطهم دول اخر حاجة خالص. واسبهم بس دقتين اتنين مع الكبدة والاونس. يتمزجوا معاها بس على النار. دقتين اتنين. وهقفل عليها. بعد دقتين معده. خلاص كده الكبدة جاهزة. هقفل عليها. وهبتدى غرفها. كده خلاص. الكبدة خلصت. ما خدتش معنا وقت خالص. زي ما انتم شايفين. ما غالبتنيش في اي حاجة وما خدتش وقت خالص. وغرفنا الطبق بتاعنا. اه وبالفة هنا والشفا. اه اتمنى تجربوها بازن الله تعجبكم. طبق نذيف وشكله كويس وطعمه احلى. اه عملي معها مكرونة. عملي معها الرز. عملي معها اللي انت عايزاه. اه عمليها سندوتشات في الفينو. زي ما انت عايزة. اه طعم طحفة. غمزها بالعيش برضو عادي. الطعم حكاية والطعم طحفة بجد حلوة جدا جربوها. يارب الفيديو يكون خفيف عليكم النهاردة. ما كونش تقلت عليكم. ما كونش دايقتكم في حاجة. اه لو عجبكم الفيديو بعضة لايك ما تنسونيش في اللايك. عايزة تعليق حلو منكم. اشتراك في القناة. حبكم في الله. السلام عليكم. يا ليه يا ولاد عالجمال. حت الدين كبدو اوانش دي. تحفة. بيدي عبر دي عليها حت الدين كبدو. جميلة. اوي. طعمها جميل كده. طبعوها يا باب بيدي دي عاصر بزامنا كده تفتح النفس كده يخرب بيديك بتاع بيابها. الله اغرب بيت حلوة ديك. اشتركوا في القناة.